صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 14 و 15 و 16 لسنة 2017 صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرار رقم 14 لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وجاء فيه أنه يعاد تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الأهلي على النحو الآتي الشيخ دعي بن خليفة آل خليفة ممثلا عن المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين الشيخ عايشة بنت علي آل خليفة ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيدة بدرية يوسف الجيب ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيدة أسمهان يوسف لسعود ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد أحمد جعفر الحايكي ممثلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد محمد راشد السويدي ممثلا عن وزارة الخارجية الأستاذ خالد محمود السعيدي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم السيدة نسيم أحمد الجبل ممثلا عن وزارة الإسكان الدكتورة رحاب مرزوق المرزوق ممثلا عن وزارة الصحة المهندس إبراهيم يوسف الجودر ممثلا عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عبد الحسن علي عبد الحسن ممثلا عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة مها خليفة حمادة ممثلا عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتورة دنيا أحمد عبدالله ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة السيد وليد علي الذوادي ممثلا عن وزارة شؤون الإعلام السيد يوسف أحمد محمد إبراهيم ممثلا عن ديوان الخدمة المدنية السيد نوار عبدالله المطوع ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة السيد عبدالله باقر حسن باقر ممثلا عن غرفة تجارة وصناعة البحرين الشيخ محمد بن دعي بن خليفة آل خليفة ممثلا عن الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة السيد جاسم محمد سيادي ممثلا عن الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرار رقم 15 لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعضوية كل من ممثل عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ممثل عن هيئة الكهرباء والماء ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الإدارة العامة للتخطيط العمراني ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شؤون البلديات ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقري الإدارة العامة للتسجيل العقري ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقري الإدارة العامة للموارد ونظم المعلومات ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقري الإدارة العامة للمساحة ممثل عن هيئة تنظيم الاتصالات ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة ممثل عن وزارة الإسكان مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس مكتب التخطيط المركزي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتختص اللجنة باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعلومات المكانية والجغرافية ومن ثم رفعها للجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ووضع المواصفات والمعايير المتعلقة بالمعلومات المكانية الجغرافية وتحديد مسؤولية وملكية كل جهة للمعلومات الأساسية وتنسيق جمع المعلومات بهدف الحفاظ على جودتها ودقتها وضمان تحديثها ومنع الازدواجية ووضع السياسات والإجراءات المتعلقة بمشاركة وكلفة المعلومات المكانية الجغرافية وضمان قابلية التبادل المشترك والمعايير المفتوحة للوصول لأفضل الممارسات الدولية وتوظيف المعلومات المكانية الجغرافية بهدف اتخاذ القرار المناسب وزيادة فعالية أداء مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في مملكة البحرين وترفع اللجنة تقريرا ربع سنوي بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرار رقم 16 لسنة 2017 بشأن تجديد تعيين وتعيين أعضاء في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب وجاء فيه أنه تجدد عضوية التالية أسماؤهم في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب وهم السيدة سها محمد الكوهجي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم الدكتورة مونة محمد لبلوشي ممثلا عن مجلس التعليم العالي السيد جمال عبد العزيز العلوي ممثلا عن ديوان الخدمة المدنية والدكتور بسام محمد الحمد عضوا عن الجامعات الحكومية وتكون مدة عضويتهم في اللجنة أربع سنوات ترجمة نانسي قنقر